أسي عصام مخهول ما الخروج وكيف يمكن تأمين خروج آمن الآن لنتنياهو من هذا المأزق وهل بالفعل اليوم إسرائيل على مفترق طرق في التعامل مع هذه الأزمات المركبة والبعض يقول أن الحاجة في إسرائيل الآن ملحة لوجود قائد يميني اليوم أو حزب يميني جديد يمكن أن يكون هو البديل عن المشهد المطروح حاليا في البداية تحياتي لك وتحياتي لضيفك الكريم وأيضا للمشاهدين الكرام أود أن أقول بالنسبة التلاف الحكومة الذي يمثل بن يامين نتنياهو الذي يقود الحكومة الحالية لا زال رغم نحن الحرب في شهر التاسع يراهن على الانتصار في المعركة عسكريا واستمرار المعارك هذا ما يفسر استمرار المعارك وواضح جدا أن بن يامين نتنياهو حتى في العلاقة مع حزب الله هو قد يدخل في عملية عسكرية يعني نتنياهو يجر إسرائيل إلى معارك مستمرة عسكرية سواء في غزة أو ربما لاحقا قد يلتحك كما أشرت في حزب الله والدليل على ذلك أيضا أن أركان الحكومة الإسرائيلية وبالذات سوماتريتش الثنائي سوماتريتش وبن كفير يتحدثوا عن ضرورة استمرار الحرب وعدم الاستسلام للسنوار ولحركة حماس ولهذا هاجموا بني جانس وأيضا أركان نخب إسرائيلية أخرى هاجموا هؤلاء بسبب دعوتهم إلى إنهاء الحرب حتى فكرة الصفقة التي قد توفر بديلا لنتنياهو بالحصول على الأسرة استرجاع الأسرة رفضها أيضا بنيامين نتنياهو ويبدو أن الولايات المتحدة لعبت هذه المعادلة بذكاء هي أوصلت رسالة للعالم أن هذه الصفقة تمثل إنهاء للحرب وفي الحقيقة هي توقف جولة من جولات الحرب على أمل أن تنهي الحرب وهذا لن تقبل به إسرائيل وفقا لكل القادة العسكرين هذا الاتجاه الأساسي وهو ليس بالنسبة لنتنياهو لمن يرى مساره السياسي ليس بديلا أمامه إلا الانتصار في الحرب هذا إذا انتصر فعلا ولهذا سيبقى يقاتل على هذا الأساس وفي تحسن صراحة في استطلاعات الرأي لحصة الليكوت تحديدا التي وصلت اليوم وفقا لاستطلاع الرأي لمعاريب 21 مقعد وغانس 24 هنا في اتجاه آخر وهذا يكتب فيها أرس بشكل رئيسي وأيضا على قادة سياسيين كيهود أولمرت وله موقف واضح من بداية هذه الحرب هم هؤلاء يتحدثوا عن ضرورة إنهاء الحرب لأنه في لحظة ما يجب أن تتوقف هذه الحرب لحماية ما يسمون بالديمقراطية دولة الديمقراطية الإسرائيلية وهؤلاء صراحة لا يمثلوا اتجاه حاسم داخل المجتمع الإسرائيلي رغم أنهم يزدادوا باستمرار تمام